قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال وتمييز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما المحرم يقولها ثلاث مرات هيهات هيهات يقتل الناس فيه هرجا هرجا قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل والبرد فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا يا جماعة كل رمضان نلاقي الحديث ده منتشر على القروبات الصيحة تحصل في رمضان الصيحة تحصل في رمضان الصيحة يا ولاد يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بصوا يا جماعة صلوا على النبي هذا الحديث قال عنه العلماء هو كذب وموضوع يعني متألف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول هذا الكلام لا في صيحة في رمضان ولا في معمعة في شوال والناس بتربط الأحداث ببعضها النبي عليه الصلاة والسلام قال علامات الساعة الكبرى عشرة نرجعهم مع بعض يلا نرجعهم مع بعض عشر علامات من علامات الساعة الكبرى ما هنقولهم بس مش بالترتيب أول شيء نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تمام المسيح الدجال يأجوج ومأجوج والداب وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب والدخان ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم وطلوع الشمس من مغربها كده عشرة دي الحاجات الصحيحة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقبلهم طبعا ظهور المهدي لكن لا فيه صيحة ولا فيه معمعة والطمين وجماعة هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته